مونتكارل الدولية الأخبار إيمان لحمود أعزائي المستمعين أهلا بكم في مساء مونتكارل الدولية ساعة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بنشرة مفصلة وهذه أبرز عنوينها أصدقاء السوريا يجتمعون في لندن لإقناع المعارضة بالذهاب إلى مؤتمر السلام في جونيفا الرياضة تتجه نحو تقنين تعاملاتها مع واشنطن بسبب المواقف الأمريكية الأخيرة من ملفي سوريا وإيران انتخابات بلدية في إسرائيل وسط مخاوف من تدني نسبة المشاركة بسبب اتهامات تتعلق بالفساد قمة بين جوبا والخرطوم لبحث القضايا الخلافية والاتحاد العروفي يجدد إطلاق مفاوضات انضمام تركيا بعد توقفها لثلاثة أعوام أهلا بكم تتجه الأنظار هذا اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن والتي احتضنت اجتماعا لمجموعة أصدقاء سوريا وهو اجتماع يكتسب أهمية خاصة على طريق إقناع المعارضة السورية بأهمية توحيد صفوفها والتوجه إلى مؤتمر السلام في جنيف وسط توافق تام أبداه المجتمعون حول ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من لندن هدى الحسيني قال وليام هيج أن المجتمعين يحاولون تشجيع المعارضة السورية على اتخاذ موقف مواحد وأن تقوية المعتدلين في المعارضة أمر حاسم لاستبعاد المتطرفين عن السلطة في بلاد تجتحها الحرب يعقد المؤتمر وضلال ما يجري في ليبيا يقلق ودراء خارجية الدول المجتمعة خصوصا بعدما كشف اليوم أن القاعدة تحاول شراء صواريخ أرد جو وما يسمى بالكعكة الصفراء لتصنيع أسلحة نووية وأنها نشرت وجودها في ليبيا واعترف هيج أن الإسلاميين المتطرفين المنتمين إلى القاعدة يتعظم دورهم في سوريا وهم غير عابئين بالتوصل إلى السلام بل يحاربون المعتدلين وأشار هيج إلى أن استمرار الحرب يزيد من طائفية الصراع لهذا تتكثف الجهود لعقد جونيف 2 بالنسبة إلى إيران أشار هيج إلى أن الدول تشجع إيران على لعب دور بناء لكن هذا يتطلب منها أن تدعم حكومة انتقالية تتشكل بالتراضي من الحكومة الحالية والمعارضة المعارضة المعتدلة منقسمة التحالف سيشارك في جونيف 2 أما المجلس الوطني فيرفض وسوف تجتمع المعارضة ككل في بداية الشهر المقبل لتقرر ما إذا كانت ستشارك في جونيف 2 أم تقاطع من ناحيته تبنت جون كاري وزير الخارجية الأمريكي موقف المعارضة التي لن توافق إطلاقا على بقاء الأسد مؤتمر لندن خطوة رفع عتب المواقف متباعدة وتحديد موعد لجونيف 2 لا يعني حتمية انعقاده هدى الحسين لندن منتكر للدولية الموفد الأممي لحل الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي يواصل جولته في المنطقة جولة قدته اليوم إلى الكويت لسبر آراء حكامها حول الجهود الرمية للإسراع في عملية سياسية تقود إلى الحل في سوريا من جانبها أعلنت البعث المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية المكلفة الإشراف على تطبيق قرار مجلس الأمن والقاضي بنزع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية أعلنت اليوم بأن دمشق تتعاون بشكل كامل مع المفتشين الدوليين وذلك في بيان رسمي أصدرته هذا اليوم على العموم فإن هذا الملف وملفات أخرى من الداخل السوري ستكون محور لقائنا مع مراسلتنا في دمشق صفاءم كنة عقب هذه النشرة وغدت محاولة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كاري لإقناع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل بالعدول عن فكرة الانسحاب من مجلس الأمن تحدث رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأمير بندر بن سلطان عن توجه لتقنين الرياض تعاملاتها مع واشنطن بسبب موقف الأخيرة من قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا وإيران حسن الحسيني الأزمة السورية والتطورات في المنطقة بدأت تؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية السعودية والخلافات بين واشنطن والرياض بدأت تظهر إلى العلن فقد أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كاري إلى خيبة أمل السعودية بسبب عدم ضرب سوريا والكلام الأمريكي هذا تزامن مع تسريبات سعوديات تشير إلى أن الرياض تريد الحد من تعاملاتها مع واشنطن وهذا ما نقله مصدر سعودي عن الأمير بندر بن سلطان وأوضح المصدر أن رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر أبلغ هذا الموقف لمبعوثين أوروبيين وقال أنه ناتج عن إخفاقات واشنطن بالتحرك بشكل فعال في الأزمة السورية وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا بسبب التقاربها مع طهران السعودية تريد ابتعاد عن الولايات المتحدة إذن وأضاف المصدر أن الرياض تأخذ على واشنطن عدم دعمها للتدخل السعودي في البحرين لقمع التظاهرات المعاضية للحكومة البحرينية قبل عامين وقال المصدر أن الأمير بندر أكد للديبلوماسيين الأوروبيين أن السعودية تعتزم لحد من تبادلاتها التجارية مع واشنطن وأنها لا تريد أن تجد نفسها في موقع تابع ووفقا للمصدر سيكون لهذا الموقف إن عكاسات في مجالي التسلح والنفط تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن نية واشنطن تغيير سفيرها في الرياض قريبا مشيرة إلى أن السفير المقبل يشغل حاليا منصبا رفيعا في وزارة الدفاع البنتاجون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقى دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين فتورا على خلفية الأزمة السورية ننتقل إلى إسرائيل والتي تشهد اليوم انتخابات بلدية يرى المراقبون بأنها قد لا تحظى بالإقبال المطلوب وسط منافسة شديدة بين المتدينين والعلمانيين وهيب أبواصل الانتخابات البلدية الإسرائيلية لا تعكس البيول السياسية على المستوى الوطني بل يعتمد التصويت على شخصيات المرشحين لهذا فإن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ضعيفة بشكل عام في إسرائيل وتتوجه الأنظار إلى المدن التي تشهد توترا بين المتدينين والعلمانيين مثل مدينة القدس قد تكون النتائج متقاربة فالتنافس يدور بين رئيس البلدية المنتهي ولايته نير بيركات رجل الأعمال الذي جمع ثروته من التكنولوجيا ومنافسه الأول موشي ليون من حزب الليكود الذي كان المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وفي تل أبيب يبدو فوز رئيس البلدية المنتهي ولايته رون حلداء مضمونا بعد أن شغل من المنصب لمدة خمسة عشر عاما ولما حققه من نجاحات اقتصادية وتطوير للمراكز الثقافية ويتقدم حلداء بفارق كبير على أقرب منافسه الطيار السابق والنائب من حزب ميريتس نيتسان هوربيديتس المنخرط في الدفاع عن البيئة وحقوق المثليين جنسيا وفي مدينة الناصر العربية فإن النائبة في البرمان الإسرائيلي حنين الزعبي من حزب التجمع بلد هي المرأة الوحيدة التي ترشحت لرئاسة بلدية مدينة عربية في إسرائيل ولكن الاستطلاعات تشير إلى تقدم منافسها الرئيسي رئيس البلدية الحالي رامس جيرازي عليها نذكر بأن النائبة العربية في الكنيسة والمرشحة لرئاسة بلدية الناصر حنين الزعبي هي ضيفة مساء مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم عقب هذه النشرة الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي كما قال وذلك بعد تبادل لإطلاق النار في قرية قريبة من مدينة رامالله الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا صباح هذا اليوم عمليتي توخل محدودتين في أراضي زراعية فلسطينية قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل وبالتزامن مع كل ذلك عقدت مساء أمس جلسة جديدة من مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في القدس تناولت موضوع المياه بحسب المصادر الفلسطينية قتل شرطي وأصيب ثمانية أخرون بعدما استهدف مسلحون بأربع عبوات ناسفة قافلة للشرطة المصرية في شمال شبه جزيرة سيناء وفي مصر دائما أحيل أربعة من ضباط الشرطة إلى المحاكمة لمسؤوليتهم عن مقتل سبعة وثلاثين شخصا أثناء ترحيلهم من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل عقب فضل اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في ليبيا أعلن مسؤول أمني بارز أن وحدة من الثوار السابقين ألقت القبض مساء أمس على من وصفها خلية إرهابية مؤيدة لنظام معمر القذافي ومرتزق أجانب يشتبه بتورطهم في عمليات اغتيال بمدينة بنغازي شرق البلاد قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة خاطفة إلى جوبا هذا اليوم عاصمة جنوب السودان وذلك لبحث العديد من القضايا الخلافية وعلى رأسها إقليم أبيي المتنازع عليه بين الجانبين من الخرطوم إسلام عبد الرحمن استقبال حاشد وحفاوة كبيرة حظي بها الرئيس السوداني عمر البشير في زيارته لجوبا والتي تستغرق يوما واحدا الرئيسان البشير وسيل باكير دخلا في جلسة مباحثات سنائية مغنقة لمناقشة قضايا هامة وحساسة منف أبيي المتنازع عليها بين الجانبين كانت صدارة المباحثات السنائية بحسب مصادر دولماسية وقد فرض الملف نفسه بقوة في الوقت الذي بدأ فيه زعماء عشائر قبيلة دينكنغوك عملية تسجيل للمواطنين بغية إجراء استفتاء بشكل أحادي لسبوع المقبل وهو ما أزعج مخورطوبة كثيرا وأغضب عشائر قبيلة المسارية العربية عن الجانب الآخر بدأت مباحثات عبر لجان الوزارية المختصة حيث يرافق الرئيس البشير طاقم وزاري كامل وتناقش اللجان الوزارية موضوعات ظلت علقة لكن الأجوال حاليا ربما تكون سامحة في أحداث اختراق بشأنها فتح المعابر والحريات الأربع تضل على ترسيم الحديد المشتركة وإقامة المنطقة العازلة منزوعة السلاح بجانب مراجعة المستجدات لا يختص بملف معارضة المسلحة هي أبرز العناويل في النقاشات الدائرة الآن بين الوفود الوزارية منجها والرئيسين البشير وثنفاتير السلام عبد الرحمن الخرطوم موانتكار الدولية بعد ثلاثة أعوام من التجميد التام قرر الاتحاد الأوروبي فتح فصل جديد في مفاوضات انضمام تركيا إليه إلا أن الأمر لا يخلو من عقبات لا تزال تعرقل هذا الملف هدى إبراهيم القرار الرسمي الأوروبي بفتح فصل جديد من مفاوضات الانضمام مع أنقرة اتخذ في حزيران يونيو لكنه أرجع بضغط ألماني فرنسي بسبب قمع السلطات التركية لموجة التظاهرات في اسطنبول وتحفظات بارلين وباريس على ضم دولة مسلمة كبرى إلى الاتحاد وفي ظل عدم حل قضية قبرص الاتحاد الأوروبي عاد وطرح الموضوع على جدول أعمال وزراء خارجية دول الاتحاد في اللوكسنبول فأعطوا موافقتهم من جديد لتنطلق المفاوضات وفق المتوقع في الخامس من الشهر المقبل والفصل الـ 22 الذي سيفتح في المفاوضات يتعلق بالسياسة الإقليمية ويعتبر من المواضيع الأكثر توافقية وقد طلبت المفاوضية من الدول الأعضاء الـ 28 تمهيد الطريق أمام فصلين آخرين يتعلقان بالحقوق الأساسية والحرية والقضاء والأمن غير أن الوزيرة الفرنسية السابقة والنائبة الأوروبية راشيدة داتي نتدت بالقرار واعتبرته غير مسؤول في إطار الأزمة الأوروبية الحالية ورأت أن على الاتحاد أن يوقف ولفترة طويلة مسألة توسيعه وتعتبر مفاوضات الانضمام التي خاضتها تركيا الأبطأ التي يخوضها الاتحاد الأوروبي مع دولة رشحت للانضمام منذ العام 99 لا تزال قضية التجسس الأمريكي على فرنسا متفاعلة إلا أن الأمر لا يستدعي مزيدا من التصعيد بحسب الحكومة الفرنسية آدم جبيرة وزير الخارجي الفرنسي لورانفا بيس طالب مجددا من نظره الأمريكي جون كيري خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم في باريس بإضاحات حول قيام الاستخبارات الأمريكية بالتجسس غير المقبول بين الشركاء مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات فورا وزير الخارجي الأمريكي جون كيري بدوره أكد لنظره الفرنسي أن برنامج التنصت كان جزءا من عملية لضمان أمن المواطنين الأمريكيين مشيرا إلى أن واشنطن ستجري مشاورات مع باريس للحفاظ على التوازن بين المصالح المشروعة للولايات المتحدة في مجال الأمن وقلق حلفائها بشأن حصنة الحياة الشخصية للمواطنين الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجات فالو بلقاسم من جهتها قالت أنه يجب تفادي التصعيد بين الحليفتين وأكدت على أن الأهم هو العمل الجاري على الصعيد الأوروبي لعداد توجيهات حول حماية المعطيات الشخصية ومحطتنا الأخيرة عند دور أبطال أوروبا لكرة القدم معك وديع في عاني أهلا بك وبالجولة الثالثة طبعا من هذه المسابقة مهمة جدا الآن بعد إقامة جولتين هناك عدد من الفرق فازوا بأول مبارتين لهم وبالطبع الآن يقتربون من التأهل إلى دور سمنيني هذا هو وضع نادي أرسنال مثلا الذي يصدف بروسيا دورتمون وفي حال الفوز وحسب المدرب الفرنسي أرسنف ميجير فهنا الفريق اللندني سيقترب بنسبة 80% من التأهل إلى الدور الثاني فريق فرنسي أيضا يشارك في هذه البطولة هو نادي مرسيليا يواجه نابولي في نفس المجموعة السابعة خسر أول مبارتين له وعليه الفوز على ثاني الدور الإيطالي إذا ما أراد الاحتفاظ بحظوظه للمشاركة في الدور التالي وطبعا جميع بانتظار برشلونة لقاء القمة بين ميلانو وبرشلونة في أعلى ملعب سانسيرو في ميلانو والفريق البرشلوني سيعتمد من جديد على نجمه ليونير ميسي وبهذا نصل إلى ختام النشر الإخبارية وفي عنوانها الرئيسي أصدقاء سوريا يجتمعون في لندن لإقناع المعارضة بالذهاب إلى مؤتمر السلامي في جنيف شكرا لكم